مرحبا بكم ارجعنا لكم وصفة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير لكم يلا على الوصف 100 ناعم 3 كوب نص 500 جرام ماء ساخن 2 كوب 400 جرام زبدة زائبة 300 جرام 1 كوب ونص ممكن نزوبها على المكرويج نخت المكونات مع بعض نتركها ترتاح 30 دقيقة هذا هيك بعد 30 دقيقة نضيف 3 كوب ونص دقيق 500 جرام ونضيف معلقة كبيرة 10 جرام وقليل من الفانيلا ممكن فانيلا بودرة او فانيلا سائلة نخلط المكونات مع بعض ونعجنهم حتى تنسجم كل المكونات تقريبا 5 دقائق مثل من انتم شايفين هيك العجنة لازم تكون نتركها ترتاح 10 دقائق هذا هذه العجوة او الطمر اي نوع متوفر عنكو استخدمو ان حعمل اشكال كتيرة حعمل وافكار كتيرة وانتو ممكن تبدعو ممكن نقطع تقريبا انتم حسب القالب الموجود عنكم تعمل القطع انا بحطها في الطحين بارفع الطحين زيادة عنها بوضعها في القالب ممكن نستخدم اي قالب بتوفر ممكن قالب خشب قالب بلاستيك انا حعمل لكم افكار تانية هل قيت افرجيكو زيادة غير متوفر القالب موضوع سهل كتير القطع انا حسب نوع القالب اعملها هده اعملت من العجينة تقريبا 15 جرام و 30 جرام او 15 جرام من العجوة حسب حجم القالب هده الموضوع سهل كتير كتير سهل هيك اصبحت جازة انا حستخدم فقط سفار البيض هدهن لوجه سفار البيض حط قليل من الفانيلا وقليل من الماء سفار البيض وضعت قليل من الفانيلا وقليل من الماء وهذا اختياري فينا نوضع السفار مع البيض فينا ما نوضع ولكن عشان يكتسب لون احلى اختياري يعني لعمل طريقة اجد تانية اختياري بعض الافكار وانتو عليكم الابداع في افكار كتير افكار مثل ما انتو شايفين اي شيء متوفر في البيض حصرت اللمون وهيك اصبح حدش هذا وانا ممكن استخدم السكر اللي هو سلسة سأعمل سلسة بيضة السكر اربع معلق سكر كبيرة ومعلقة عصير ليمون او معلقة زبادي المتوفر عنكم عصير ليمون او زبادي واذا احتاجنا سكر ممكن نضيف سكر سكر بودرة مع عصير الليمون معلقة عصير الليمون وممكن اعمل فواكه مجففة لازدينا فوق السلسة يعني الموضوع كتير سهل انا بديكم افكار وانتو هتبدعوا اكتر من هيك هيك اصبحت جاهزة ممكن نغلفها منشان الاطفال في العيد بفرحة وانبسطه لما تكون في الغلاف يعني مجرد انا بديكم بعض الافكار هنعمل طريقة ثالثة مكسرات اي نوع مكسرات انتو تحبو او اي نوع مكسرات متوفر ونجيب طمر يكون يعني رطب او اي نوع انتو حبينو نرفع النوى اللي في ونطحنو وكمية المكسرات وكمية الطمر لازم تكون ناسي الشيء 300 جرام مكسرات 300 جرام طمر 200 جرام مكسرات 200 جرام الطمر واي نوع مكسرات متوفر عنكم هيك اصبحت جاهزة ونضيف المكسرات عليهم نخلطهم جيد انا بديكم افكار من شو انتو اعملوا المناسب لالكم ناسي الشيء نوضع الحشوة الحشوة الداخلية لازم تكون اكبر من العجنة الحشوة الداخلية اكبر كمية ونفس الاشيء نعمل عصارية الليمون اذا ما كان فيه عنا كوالب باي شيء ممكن نحن نشكل ها هيك صباحات جاهزة ممكن نروش عليها سكر بودرة يعني اختيار انا هغلف هم عشي نعطيهم هدايا للاطفال ممكن ممكن نعمل منهم نفس الشيء نعمل منهم كعك يعني افكار كتير موجودة ولكن فيه ممكن اذا انت عاوزين الوان عليهم ممكن انت توضع على تقسم اجزاء من العجينة وتوضع عليها الوان سبغ الطعام وتوضع عليها على العجينة ولكن انا ما عملت بالسبغة منشان فيديو ما يكون طويل كتير الفيديو يكون ممل تقسم اجزاء من العجنة وتوضع عليها لون طعام لون طعام زي انت حابين يعني تكون فيها الوان اكتر نحن ممكن نسيح شوكولاتة مجرد افكار ايضا نوضع بالشوكولاتة مثل ما انتو شايفين ونغلف اين افكار كتير موجودة انتو اختاروا الفكرة المناسبة لالكو اكتر والأسر لالكو افكار افكار ممكن بالشوكولاتة اي نوع بالشوكولاتة نوضع حبة او حبتين الشوكولاتة حسب النوع اللي انتو بتحبوه حسب الرغبة منوضحها بالطحين بالدقيق ونرفع الدقيق الزائد عنها منوضحها في القالب مثل ما حكينا اي قالب توفر عنكم قالب خشب بلاستيك عصارة اللمون اي الشي ما متعمل نفس الشي منوضع ناخد نستخدم بياض البيض ونضيف قليل من الماء ونضيف قليل من الماء وقليل من الفانيلا وهذا اختياري هذا يعني مش اساسي غير اساسي الحرارة للفرن مئة سبعين لازم انتو تتابعوا المدة لانه من فرن لفرن يختلف لازم انتو تتابعوا الكاعك تتابعوا المدة في امان الله تزلونا بوصة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير للكم اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة اشتركوا في القناة